السلام عليكم إخوتي وأحبائي معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب ومع سلسلة كتاب إسطنبول نتابع معكم وصلنا بعد درس التعارف إلى اختبار الكتابة طبعا أيها الإخوة من خلال هذا الاختبار سنستطيع أن أحدد مستواكم في الكتابة نتمنى منكم أن تتابعوا معنا وأن تشاركوا جميعا في هذا الاختبار اختبار مهم جدا من خلال هذا الاختبار نستطيع أن تدرك مدى معرفتنا للأحرف طبعا كما ذكرنا في بداية الدروس أن درس الأحرف هو أساس تعلم النطق الصحيح للأحرف التركية وللكلام التركي لذلك نتمنى منكم أن تكونوا قبل هذا الدرس أن درستم دروس الأحرف في شكل جيد حتى تستطيعوا أن تحلوا هذا الدرس بشكل جيد طبعا هذا السؤال سيكون موجه لكم هو سؤال عبارة عن دلمة دلمة يعني استماع ثم بعد ذلك سأقرأ عليكم هذه الكلمات باللغة التركية وأنتم وظيفتكم أن تكتبوها باللغة التركية رح نبدأ الآن نطق هذه الكلمات وأنتم ستكتبونها في التعليقات قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في قناة اليوتيوب ومشاركت هذه الدروس لأصدقائكم وأحبائكم الذين يرغبون في تعلم اللغة التركية نبدأ الآن سنبدأ نطق الكلمات سيارة في لغة تركية تاني أرابا حرف تبدأ بحرف آ آ آ رابا الرضيع في لغة تركية يبدأ بحرف ب ب ب بك نقرأها ب بك مرة أخرى أيضا ب بك عندنا المصطرة في لغة تركية تسمى جيتفال تبدأ بحرف ج جيتفال جيتفال طبعا أتمنى منكم في التعليقات أن تكتبوا الكلمة بشكل كامل لا تبدأوا من بعد جي وإنما تبدأوا تكتبون جي وتتابعوا في الكلمة جيتفال ثم عندنا حقيبة تبدأ بحرف تش تانتا عندنا البحر عندنا البحر يبدأ بحرف د اسمه في لغة تركية دينيز 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 ثم عندنا التفاح تفاح يبدأ بحرف ا تقرأ الكلمة الماء الماء ثم عندنا البندق يبدأ بحرف ف ف وتقرأ الكلمة فندق فندق ثم عندنا العين تبدأ بحرف ج وتقرأ جز 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 الآن عندنا السجاد سجادة تبدأ بحرف ه وتقرأ هل هل عندنا السبانخ يبدأ بحرف ا والكلمة كاملة تقرأ اسبانك 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 ثم عندنا البقرة تبدأ بالغوة التركية تبدأ بالغوة التركية بحرف ا وتعني اينك 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 ايضا الاملة النقدية تبدأ بحرف ج وتقرأ الكلمة كاملة جيتون 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 عندنا الليمون يبدأ بحرف اللي وتلفظ الكلمة ليمون 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 الدرج أو السلم يبدأ بما وتقرأ الكلمة ميرديفان 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 الرمان تبدأ الكلمة بنا وتقرأ نار نار الحافلة أو الباص تبدأ الكلمة بأ وتقرأ وتقرأ أوتبوس 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 البطة تبدأ الكلمة بحرف ا وتقرأ اردك 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 البرتقال تبدأ الكلمة بحرف ب وتقرأ الكلمة بورتاكال بورتاكال الراديو أو المذياء تبدأ الكلمة بحرف الر وتقرأ راديو راديو الساعة تبدأ الكلمة بحرف س وتقرأ ساعات ساعات المظلة أو الشمسية تبدأ بحرف ش وتقرأ شمسية شمسية الدجاج تبدأ بحرف ت وتقرأ تابوك تابوك والطائرة تبدأ بحرف ا وتقرأ اوشاك 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 عندنا المزهرية تبدأ بحرف ذ وتقرأ الكلمة وازو وعندنا النجمة تبدأ بحرف ي وتقرأ الكلمة يلدز الزرافة تبدأ بحرف ز وتقرأ الكلمة زرافة 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 نتمنى منكم ان تحلوا هذا التمرين رجاء من يتابع معنا هذه السلسلات ان يحل هذا التمرين هذا التمرين ليس اختياري وانما حله اجباري بالنسبة للجميع ننتظر منكم الحل ايضا حل هذه الكلمات ستجدونه في بداية الفيديو القادم من سلسلة كتاب اسطنبول شكرا لحسن متابعتكم الى اللقاء مع درس قادم من سلسلة كتاب اسطنبول تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب